هنعمل مع بعض النهاردة الغريبة الغريبة من حلويات العيد اللي بحسها مش مكلفة خالص عبارة عن 3 مكونات بسيطة وسهلة نص كيلو من ضيق بيعمل كمية كبيرة من الغريبة ممكن تظهر بعض المشاكل لما نعمل الغريبة ان هي تطلع مشققة او ان يكون السوة بتاعها مش مزبوط بس في الفيديو النهاردة هنعرف ازاي نطلعها مزبوطة زي بتاعة المحلات واحلى كمان من الحلويات اللي شكلها شيك وحلوة جدا بنقدمها في المناسبات المهمة لنا وكمان في العيد وزي ما انت شايفين هتطلع معيكم مستوية ودايبة تماما دي اهم حاجة في الغريبة ان هي تكون بالدوب بس هنضغط عليها تتفرفت كلها من بعضها الغريبة عبارة عن ضيق وسمنة وسكر هي دي مكونات الغريبة معانا 500 جرام من الضيق الابيض يكون منخول ومتأكدين ان هو نوع كويس ونحط عليه 150 جرام من السكر البودر هنتحنه كويس جدا ويفضل ننخله علشان ما يكونش فيه اي سكر ومش مطحون كويس والسمنة عبارة عن 300 جرام من السمنة البردة يفضل نحطها في التلاجة قبلها لمدة ساعة علشان تكون بردة معنا ولما نضربها تدينا القوام الكريمي اللي انت شايفينه ده هنخفق السمنة الاول لوحدها لحد ما تدينا قوام كريمي ويكون لونها افتح ممكن نستخدم السمنة خارجة من التلاجة وممكن ندوبها على النار وتكون بأسايحة معنا بس لو سيحناها على النار بيدينا قوام ان احنا نشكل الغريبة بالكيس الحلواني او ممكن نحطها في التلاجة ونستنى ان العجينة تتماسك ونقدر نشكلها بيدنا انا شخصيا بفضل استخدم السمنة خارجة من التلاجة واخفقها وبعد كده اخفقها مع السكر لحد ما تدينا قوام كريمي وناعم زي اللي انت شايفينه ده وبعد كده بضيف الضيق وببدأ اعملها بالمعلقة او بالسباتيولا ولو عندنا عجين هتبقى حلوة جدا يفضل ان احنا طبعا نعملها في العجين هو المضرب الكهربائي مش هيبقى حلو معاها بس لو عندنا عجين هيسهل علينا الموضوع ده جدا وعلشان انا مش متوفر عندي عجين فضفت الضيق على مرتين اول مرة عملته بالسباتيولا لحد ما تأكدت ان الضيق اختلط كويس مع السمنة وباقي الكمية حطيتها تاني وبدأت اعجن بايدي الغريبة من الحاجات اللي بتحب تعجنيها يعني مفيش فيها مشكلة لو انت عينتيها عجنة كده محترمة ومش بتكون عرق ولا اي حاجة هي مفيش فيها اي سويل فمستحيل تكون معك عرق كل ما هتعجنيها كل ما هتديك قوام ناعم جدا هتعجنيها لحد ما هتديك قوام ناعم كده بيدوب بين صوابعك وفي نفس الوقت مش بتلزق في ايدك هو ده قوام المطلوب وللتزيين انا هستخدم لوز تقدروا تستخدموا اي نوع مكسرات انتو تحبوه او حتى الاسبرينكلز اللي على شكل لولي اي حاجة انتو بتحبوها استخدموها اول ما بخلصها ببدأ اشكلها على طول ما بحطهش في التلاجة انا بعد ما بخلص تشكلها بحطها في التلاجة قبل ما تدخل الفرن كده ما بتاخدش وقت طويل معي في التلاجة وبيبقى قوامها حل وهو ده سر النجاح الغريبة وان هي ما تشققش معكم ان هي تدخل للتلاجة قبل ما تدخل الفرن بما ان القوام العجينة حلو جدا وينفع نشكله على طول نشكله بدل ما ندخله في التلاجة ونرجع ندخله تاني قبل ما ندخله الفرن كده بتاخد وقت طويل جدا معنا اول ما نخلص تشكيله غريبة ونملي الصاج هنحط الصاج كله في التلاجة لمدة نص ساعة الخطوة دي مهمة جدا ان تخلي العجينة تتشمع معنا وفي نفس الوقت حجمها ما يزيدش قوي في الفرن وكمان ما تشققش معكم التسوية بتكون على درجة حرارة 150 درجة لازم نكون فتحين الفرن قبلها بفترة علشان ياخد درجة الحرارة المزبوطة بتاخد معنا في الفرن من 15 ل 20 ديئة انا خدت معي 20 ديئة طبعا هيختلف من فرن للتاني حسب درجة الحرارة الموجودة فانا يعني افضل ان انتو تختبروها تشيلوها بالسكينة كده بالراحة لو لقيتوها متماسكة معاكم ومش طرية يبقى هي كده بقت مستوية معاكم هي بالكتير 20 ديئة في الفرن ما بتاخدش لون لا من تحت ولا من فوق بيفضل لونها ابيض كده وحير لو حابين هي تكون مصبوطة وكل واحدة قدت تانية يبقى وحنا بنشكلها هنجيب الميزان وتبقى كل قطعة حجمها حوالي 4 جرام او 5 جرام كده هيبقى حجمها حلو جدا هستنى رأيكم في التعليقات ولو انت قول مرة تشوفوني انا فاطمة محمد ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس عشان ننصر كل الفيديوهات الجديدة ولو بتشوفوني من على الفيسبوك اعملوا فوق بسرعة شكرا لكم وشكرا المتابعة